السلام عليكم معكم و ارجع اتكون في حلقة جديدة من حلقة ارت ماينرد اوشي كل عام انتم بخير بحكم انو رمضان جاي و ايضا بحاول اني استمر بالتنزيل اللي بتقريما بشبه يومي راح يكون يعني يوم ايه يوم لا ان شاء الله اني استمر على هذا الوضع فاتمنى لا تقصروا معنا بزر اللايك و ايضا عشان ما يكون المقطع ممل ولا شي يكون يوم ايه يوم لا على اساس اني احطقتي للحلقة الجاية و ايضا ارتاح يوم واحد بنفس الوقت البثوث راح يكون كل يوم اه خميس باذن الله طيب حلقتنا اليوم راح نبني باذن الله اللي هو محل السلايم بلوك زي ما عدتكم في الحلقة الماضية والحلقة هذي راح نبني محل سكايب مو في سكايب بلوك اللي هو سلايم بلوك وايضا راح يكون محل مميز ما راح يكون بيت ولا شي راح يكون له فكرة مره 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 اسطورية الفكرة انو راح ابني سفينة كأنها جاية و راسة على الميناء حط بشكل ديارتين عشان ابني لهو سفينة فوق راح افضل موية عشان ابني سفينة براحتي ما يكون الموية يعيقني السفينة راح تكون بشكل افقي راح تكون كذا فممكن اني ابني هنا جسر راح اخلي مدخل السفينة طريقتين راح اخليها بسلم يعني تقدر انك تجي من الموية وترقى وايضا راح احط هنا لهو جسر بسيط مره مره بسيط بس انه يخلي لي بس يوصل من المكان هذا الى داخل السفينة وايضا وايضا راح يكون في سفن صغار سفن صغار تحت لهو السفينة الكبيرة راح تكون محملة ببلوكات سلايم عشان يبين انه السفينة هذه محل لهو البلوك اسلايم فهذه فكرة مره مره اسطورية فاحتاج شيئا احتاج لهو بلوكات السفينج عشان افضي الموية اللي من جوه طبعا زيب تمعارفين انه محل الذياب حط بلوكات لهو بلوكات السفينج ولكن حطها بفلوس فان شاء الله انه يكون السعر رخيص وايضا اذا ما خبضاني راح يكون النظام اللي هو استجار يعني ما راح يكون للأبد ما راح اشتري للأبد خلونا نشوف السعر مع بعض وان شاء الله انه يكون سعر مناسب عشر اسبونج بثلاثة حبات دايمود ون داي كتب اقول ون يوم اشوف السعر مناسب فانا احتاج تقريبا كمية كبيرة انا جايب معي دايمود فنقول ثلاثة ستة تسعة باني حط لتسعة حبات دايمود وايضا احتاج كمية خشب هائلة لانه زي انتم عارفين انه السفينة ما اقلت لكم اصلا انه السفينة تحتاج موارد بالخشب مرح ابنك بالسون والسون راح يكون اغلبها خشب فمحل صيب كالعادة يبيع خشب فراح اروح اشتري منا خشب راح اشتري منا الاوكوود لان السبرسود تجميعها مرة مرة سهل الاوكوود مرة صعب طيب عندنا الاوكوود هنا ستاك بتاد حبات دايمود كله من نفس السعر هذا حبات دايمود اوكي ما علي ما علي طيب اه بثلاثة حبات ستة ستة تسعة اثنعاش اه خمسة عشر ثمانطاعش اه و.... ثمانطاعش واحد وعشرين اه حبة واحده ناقصنا طيب عندني هنا اه لا لازم اروح للشوركر اللي انا حاطه موجود هنا وين هذا الشوركر اللي موجود هنا اناحاط فيه الاغراض الدايمود وإذا ما شفتوا بشيبين هذي أغراض بثمينة عندنا ريد سون وعندنا أيضا نذر ستار الحلقة الماضية دعستنا فيه له الويذر بوس إذا ما شفت الحلقة الماضية راح حط الرابط موجود في دسكريبشن وإذا قوائم التشغيل حق السلسلة ستاتر مينز راح خليها في دسكريبشن طيب كنا نقول وشه كنا نقول إنه السعر 21 فنجي وين هنا هنا نحط ال 21 مع أنه حرام يسترقنا ولكن أنا حاليا في أمس الحاجة للخشب إن شاء الله أنه يكفي كمية الصوف اللي أنا جايبها تقريبا جايب بستة ستاكات زي أنتم عارفين إنه الشراء راح يكون مرة مرة كبير يحتاج موارد مرة كبيرة وأيضا سفينة كبيرة فالشراء كالعادة راح يكون كبير فيحتاج لهو صوف كثير فإن شاء الله إذا ما كفه راح أشتري من دياب وعندنا هنا أيضا سلائم بلوك هذي راح حطها زي ما قلت لكم على السفن الصغار حاليا نجي وقت لهو التصميم طيب خلونا نبدأ خلونا نوريكم شلون باستخدم اللي هو بلوكات بشانة بلوكات بلوكات اللي هو سبونج ان شاء الله إنه كزا يا عادم والله ما منها فايدة طيب بهنا لها شكل عشوائي يبيهنا بشكل عشوائي يلا على السريع عادل على السريع على السريع على السريع لحط عشوائية عشوائية عجل عجل يا عادل قبل ما تتسر سورس طيب هذه هي الطريقة الي راح نشيفها وخلونا نأخذ لكم جولة بلسيطة على الاشياء اللي صايرة في الاسبون ما صار شي تقريبا ولكن خنوريكم اللعبة اللي انا سويتها في الحلقة الماضية جتني كومنتات مرة مرة كثيرة طيب هذه اللعبة اللي سويتها في الحلقة الماضية جتني كومنتات مرة مرة كثيرة كومنتات حلوة ولكن في اغلبية الناس قالوا انه يعاد لضي فيها شيخة لاعادية وايضا في ناس كثيرة اعطتني افكار افكار مرة مرة اسطورية ولكن ما تصلح اني حطها هنا هاي فكرة تصلح اني سوي لها لعبة خاصة من كثير انه الفكرة هذي مرة اسطورية ما يصلح ان يحطها هنا ففي ايضا كثيرين قالوا يا عادل حط بستن تحت الموية بستن انه يطلع وينزل عساس انه يخرب فهذي ما ادري ما اشوف انه كويسة لانه جربت اني اروح الكرياتيف واسوي لهذه الفكرة شفت انه فكرة مرة مرة سيئة وايضا في ناس قالوا يا عادل خليها اكس او ما اشوف انه كويسة اكس او اكس او ممكن تصير كويسة لما يكونون اثنين ولكن اذا صاروا اربعة مرة مرة خايصية راح تكون للامانة اكس او وايضا يكمل لعبها قلتوا ليها في الكومنتات كنت سويناها في السيزون اللي قبل فمودي اني اكرر الافكار فعشان كذا اتمنى اتمنى تكتبولي افكار كويسة وجديدة هذي اهم شي انا تكون جديدة عشان تكون اسطورية طيب حاليا نرجع للسفينة السفينة راح ابنيها بريبلاي الحمدلله صار فيه ريبلاي للواحد خمساشر اثنين فعشان كذا راح اصورها بريبلاي والان اصبقت صفقا مر كويسة فراح ارجعلكم اذا بنيت الهو السفينة السلام عليكم كالعادة راح اقرأ الكومنتات اللي موجودة في الحلقة السابقة لاحظت انه فيه كثيرين قالوا انه يا عادل ما تجينا اشعارات وانا ادري انه هذا المشكلة موجودة في قناتي فالحال انكم تتابعوني على تويتر لانه دايما اذا نزلت حلقة على طول اسوي تغريدة في تويتر فاتمنى اللي عنده المشكلة الاشعارات يجيني يتابعني في تويتر وايضا عندنا الكومنت ثاني من زد اتش اتش اختصار كلامه انه يبيني ينزل سكاي وورز و بد وورز انا داري انه فيه ناس كثير تحب سكاي وورز و بد وورز وتبيني اني ينزل باذن الله راح تكون في حلقة قريبة فانتظروا ايضا عندنا الكومنت ثالث او اكس فورد يقول شنو ما عندش غيري يا دنيا شوية هدى اخذتني كل شي مني يورد انش قاعد تقول مضيع ذا ولا شو وضعه ورجعنا لكم خلصت السفينة وايضا عندنا ضيف جميع تعالي الضيف حال الله عبادي اهلا اهلا منور 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 العبادي طيب خلصت السفينة واحمد الله الحمد الله انه الصوف اللي عندي كفة وايضا عبادي جاي يشتري مني سلايم كم منتبي سلايم؟ والله تقريبا تاج قربة بنبيع لك قبل ما نفتح الشوب شف بعطيك عرض اسمع اسمع بطيك عرض اذا اشتغلت عندي الحين انا باقيل لي كم حاجة باقيل لي اني اسوي هنا جسر وايضا باقيل لي اني هنا اسوي سفينة فتشتغل معي اسويلك دسكونت بيعلك يا بلعش شوف اذا شفت شغلك ما هو بزين ايوه بسويلك دسكونت نص السعر يعني بيكون ما هو بلعش ايه ايه طيب اول شيء اول شيء هذه الموارد اللي راح نشتغل فيها اللي هو السفينة هو الجسر اللي راح يكون هنا بس قبلها خلونا نوريكم التصميم اللي سويته من جوه طبعا ما حطيت الاسعار ما حطيت شيء اه بدنا نلاح الحلقة هذه راح نشتغل على اه مبعض انا وعبادي اه نشتغل الاسعار وايضا نشتغل على كم حاجة موجودة في السفينة طيب عندنا هنا الاشي اسمه الكابتن هنا جلسة الكابتن يقعد هنا وهنا ورا او سبحان الله انا حاط هنا جلسة وكرسي وورا غرفة نوم يا حبيبي نفت نوم وهنا حطيت استاد ديزاين اشياء عادية ويضا برج المراقبة موجود فوق ولو شوفون هناك في مكان نرقى طبعا الشراع انا حطيت أه يوم حطيت ال وال حطيت فوقها سلاب او موب سلاب اللي هو الكاربت الصريرة اه عشان ما يرصبه فيها الوحوش وهنا عندنا الغرفة الاجتماعات طبعا كللا هاي ديزاين يعني ما فيها شيء ولاش ويضا هنا في غرفة عادية ولو نرقى فوق رح نرقى للغرفة الثانية حق coma الكابتن عندنا لا لا تصدق هنا الكابتن وهناك الوزير وزير عليك في أمنا هذه سفينة يا الله يا رحمه ايديك وهنا ايضا نقدر نطلع ونناظر الاسبون ناظر حركات طبعا لو تشوفون الفوق برج المراقبة ترى مرة مرة تفع عالي فنقدر نطل حركة حلوة وايضا لو ننزل من تحت غرفة الاشتماعات تحت راح يكون في المطبخ وغرف عادية للأكل والاشياء الثانية هنا غرف نوم وايضا لو نطلع من هناك وندخل في غرفة هنا ايه هذه غرفة المطبخ عراف تاخذ أكلك من هنا وتجي هنا وتأكل نسمي بالله وتأكل طيب يا عبادي خلنا نطلع الحين ونبدأ نشتغل على السفينة نشتغل على حركات ديزاين ديكورات وايضا اسوي السفينة اللي موجودة هنا صغيرة ما راح تكون كبيرة راح تكون صغيرة ولو تشوفون هناك حطيت شو اسمه الوزنية حق السفينة عشان انقلها وحطها في الموية ظال این هي الموارد اللي راح نستخدمها خولون انا ناخذ الخشب اسمه عبادي شوف انا شرق باعطيك مهمة باعطيك مهمة الطريق الطريق بها سمبل عادي سلاب الكوبستون والستون ما تسوي طريق بسيط ومرة.... والموارد موجودة هنا، مرة بسيط مرة تم طريق باالسلاب اليوه بالسلاب tutorial اليان وين تقريبا اليان المدخل عندكفي هذه 一� اكثر سلاز الاسلام ابيك توصّل من هنا الين هنا سلاب بس حلو بسيط مره بسيط تعرف انت القراسي انه اذا جاي يدر عمون يحطون كذا اغراض عشان يدر عمون للسفينة الثانية زي السلم ايه اه بس ما تنفع والله اني نستخدم الكامفير تدر تعرف الكامفير ووو حلوة 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 مشكلتها انه ايش انه مو على مستوى واحد دينا انسي مثل انه هنا في صخرة في الكابلستون ونمد الطريق من علاها الى الكامفير هذا شلون كذا كذا ايه طب حادي حلو تصدق ايه طلعناه الفوق اه بالشسمة بالشسمة ايوه اوه حلو ترا استخدمنا خشب اللي هو الاوك ايه ايه انتي خنشوف اجرب مثلا يمدي كذا صح ياب يمدي ايه وضبطها كذا على اكتر من احده ايوه يمدي 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 يلا يلا انا بروح اشتغل على على شسمة على السفينة هذي البسيطة وانت على المباني انك تخلص هذي اه قدني اني خلصت من السفينة طيب يلا 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 طيب اخترت المكان السفينة راح يكون هنا اه راح ابعدها شويتين عن الديرت او عن المكان هذا عشان راح يكون مستقبلا في ميناء طيب بسم الله ونبدأ نحط اللي هو البلوكات تقريبا العرض راح يكون خمسة يعني هنا ثلاثة اربعة خمسة وبعدين نطلع هنا اثنين او ثلاثة معليش ونرجع مرة ثانية خمسة ثلاثة اربعة زي ما قلتكم هنا في البداية انه المكان او السفينة هذي راح تكون تحمل بلوكات السلايم ونفس الوقت السفينة هذي الكبير راح حط مكان مربع بسيط وحط فيها ايضا اللي هو بلوكات السلايم المشكلة انه انا قاعد ابني على موية فصير شويتين قليك لانه ما اقدر انزل تحت وابني اه باقي ايضا السلاب خلونه نحط كذا السلاب شويتين نحط بشكل عشوائي وايضا ودي يكسر هذي طب اللي تحتة بشتغل عليه ما راح اسحب بس خلونه نركز الحين على اللي فوق طيب اللي فوق اللي فوق خلونه اول شي سوي برضو الراس حقها الراس راح يكون كذا وبعدين بلوكة لا لا موب زي ذيك يا حبيبي هذي غير ستيرز بعدين ستيرز مقلوب بعدين ستيرز مقلوب بعدين نشوف هناك نغش ستيرز بعدين بلوكة بعدين نسلعب قدام اه وش بعد نحتاج بوتن نسوي بوتن هنا على السرية ونحط طيب بقي بقي حاجات كذا بسيطة تأطي شكل للسفينة يعني مثلا لو نجيب كبستون كذا بسيط او ستون اشياء بسيطة توزيع انا نقول لو نركز اللي تحت يكون افضل خلنا نركز اللي تحت نسوي اضافات على الساس انها ما تصير يعني مربع كذا اودي تصير عشوائية يعني لو نقول كذا وايضا نحط هنا بلوكة كاملة والسيرز عكس طيب انا ظاهر اني خلصت من الارضية اللي تحت اعتقد كذا مرة مرة كويسة نضيف هنا عشوائية عشوائية على السرية يا خيال شباب والله ترى انا قاعدة تنرفز من النموس اللي قاعدة تمر قسم لان تنرفزني تنرفزني فاعتذر اذا كانت تطلع على الشاشة والله ما اعتقد والله تطلع هاي ما انت شوان يسوي الشراء رجع خلها 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 كذا خلها كذا بس ايوه والله الشكل مرة كويسة مرة كويسة كذا تمام طيب باقي بلوكات السلايم ونحط هنا ايضا هذه عشوائية بس باقي بلوكات السلايم بلوكات السلايم هذه مهمة طيب ناخذ نصف ستاك انت كم تبي ايوه 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 ايش شدها يا عبادي خلني شو شغلك ايوه ايوه لا 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 كويس كويس عبادي والله كويس يا عبادي انت مرة مبدع اسألك له يا شباب امزح 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 عبادي اوكي جبت ترابدور راح حطي بشكل عشوائي على السفينة يعني على اساس شويتين تزين السفينة انا شوف كذا من وجهة نظري حلوة ولكن بها اشياء بس بسيطة كيه تعديل نفس الشي بس هنا ما راح نحط لانه راح يكون سلم السلم وين السلم موجود هنا اوه اقدر حطه فوق الموية حلو هنحطه كذا ترقه للسفينة طيب وشي الثاني ودي اني انور السفينة اه انا جايب اوكي جايب النور هذي الجديد نحطه كذا مثلا وايضا هنا او هنا لا لا خليها ستيرس خليها بزي ما هي اوش الشي الثاني وش نحتاج اوه اوه تشست نحط نحط هنا تشست اوه اوش بعد ترابدور ودي ازود ترابدور او ولا كذا كفي لا لا كذا كفي كذا كفي مرة طيب اتواقق انه كذا خلاص ما ودني يكثر زيادة كلما كثرت حسنه التصميم يبدأ يخيس فراح ارجع الاستفينة اوه يا عبادي اوه ياتصميم يا عبادي والله باطاكياب بالاش باطاكياب بالاش ولا يعبادي ما شاء الله لا 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 تشتغب ذم وضمير ما شاء الله ليك طيب جاء الدور السفينة السفينة انا ودي otan توسنا شويتين وايضا ودي نسويلي مربع مستون first drop ab استون ют ابuje ودي نسويلي مربع وحط فوقها اللي هو سلايم بس ما ادري وين يحط المكان بالضبط مشكلة كلها ما كنا فيها فيها شع اعتقد ورا ورا سفينا ياب ياب ورا سفينا افضل ورا سفينا بعدين بدنا حط اللي هو العشوائية هنا كانها حاملة اللي هو سلايم سلايم كذا عشوائية بس هنا سلاب المشكلة فليزمني اكسر كفو تحت فيه بلوكات فاقدر اني ارقع هنا Эйضا سلايم سلايم الله الله على التصميم يا عادل ابداع ابداع كذ الوضع تمام لا تحطى من نفسك الله علي الشكل الكواتل ايش هذي عبادي ايش هذي يا عبادي والله يبدع والله والله كفو والله شكرا شكرا لك يعطيك العافية لا 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 نحط بأتي بمفساد لا 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 نحطها بدون لا يا عبادي نحط كذا شو رايك ايكي احلى يكسر الله كذا افضل خل نرجع وراء ونشوف التصميم الله شوفون السلايم واضح من فوق هنا ايضا الله والله ما اعطي شكل للسبون والله والله مرة شكل خرافي والله كبيرة ونقدر ننظر من فوق تاتى اخر نروح 볼 برجة مراقبة اووووووووووووووووووووووو باحطー هنا علم ودي حط هنا علم اكتبويا لو حتيتها فلو نناظر كدة شبونل ما عطي اي اي تقدر تناظر كل شي فش من السبون شاسمه هيلال رمضان هذا برضو مصمماعباد النجوم والاشيال حلوة اخي عبادي اش اللمسات هذي جميلة طيب اتوقع انه كذا خلاص خلصنا بس باقي الاسعار باقي الاسعار وايضا باقي ننقطي عبادي اللي هو اسلايم بس دقيقة دقيقة خلونا نشتغل بس على الاسعار بعدين عاد نقطي عبادي اصبر يا عبادي هتتحمس نقطيك رزقك جاي طيب التسعير رح يكون ون ستاك يساوي ثلاثة لا لا اثنين دايموند رح اخليها ون ستاك اثنين دايموند دوائر هذي ما رح ابيع بالبلوكات لانه البلوكات مرة صعبة فراح ابيعها بالحبات استاك يساوي حبتين دايموند باقي اني سوي تستات زي ما قلت لكم احط جوسة فينا مكان البيع احطنا كمية تستات وايضا ايتم فريم بس ما عندنا جلد في بقر عندنا فلسبون ابيع بقر جلد جلد من بقر اللي رحمه ابيع بس حبة 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 ايتم فريم حبة ايتم فريم طيب على المبلة انك تجيبني احط المكان حق الاسعار ودي احطه جنب المدخل ودي احطه قريب ياخي لو اني حاط هذي هناك افضل طيب راح احطه هنا راح احطه هنا وايضا ايتم فريم راح يكون هنا واحد يكفي ايه واحد يكفي تعال هنا ايضا دابل تشيست تعال جوه السفينة حط هنا اوكي اذي ايتم فريم اوكي هذي موجودة ونحط التسعيرة ايضا هنا راح نحط اللي هو سلايم ستس يا كلبة ستس ستها يا عبادي ستها تعال عبادي كم تبينت سلايم كم كان؟ خمسة واربعين قلت لقي خمسة واربعين ما ما فرقت اقل وقل بحبة حبتين عادي ترى يكفي انت ما اندي لذي ثربية ايه عادي تكفي تعال 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 والله شفقت عليك تعال 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 خذ هنا خذ خذ من السبينا حبه والله والله تكفي ترى والله تكفي زياد انت ش عندك انت المشروع حقك لعبة بعد طب ارضية لعبة بس ارضية?! يعني ما لها شغف اللعبة لا لا شغف اللعبة طيب يطيكم العافية وصلنا الى الاخر مقطع وايضا زي ما انتم شايفين هذه السفينة وايضا السفينة الصغيرة وقناة عبادي راح تكون في ديسكريبشن عنده مشروع مرة خرافة رحوشيكو عليه ولا تصدق تزدر اللايك ونراكم باذن الله في حلقة ثانية سلام عليكم رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان